مشاهدين ننتقل معكم إلى دراسة سعودية حديثة كشفت أن نحو 75.5% يستخدمون الإعلام الرقمي للحصول على معلومات حول الصحة النفسية فأنا ودي أسألكم مشاهدين أول شيء هل أنتم من الناس يعني هل أنتم من الـ 75% اللي تلجؤون للسوشال ميديا للبحث عن أي معلومات تتعلق بالصحة النفسية؟ ما نعرف، ما رايك يرؤى؟ يعني زي ما كنا بنقول أن تواجد أو توافر هذه المعلومات على اختلاف المنصات بعضها تكون عامة أو بعضها تكون متخصصة فالكثير يبحث فأنا توقع أن النسبة هذه عادلة بصراحة أن الواحد يكون عنده مثلاً مكان يشوف مثلاً أعراض يكون عنده استفسار تساؤل وغيرها لكن يا جماعة والله العظيم أنت تحطوا تويند وتشوفوا ماها كيف تطالع فيه أنا توترني هذه البنت يا جماعة طيب، ما قدر أقول رأيي؟ كم ليا رؤى، كم ليا رؤى، كم ليا رؤى، يلا مرض اللي أصلاً ما هم مرض، ما دري وشه من وين جاء، فأنا بطلت يعني صرت أخاف حتى أروح عند الدكتور وقل لي دكتور أنا فيني وفيني قل لي شفيك أنتي مقوقلة الأعراض قلت لأيي، قال ليش تسوين كذا؟ أنا معاك أنا ما قول أنه الواحد يتأثر شوفي سبحان الله يعني على نفس القصة اللي بتقولي عليها أذكر الأسبوع اللي فات كنت محللة لبنتي تحاليل وطلع عندها انخفاض في الكروت الضم البيضة لما اندخلت وقرأت ايش سببها؟ يعني بعيد الشر عن السامعين شي مرة بطال يعني كانسر فعلى طول طبعاً حولت التحاليل للدكتور وقال لي كان عندي الفين وينزر أسبوع اللي فات قلت له إيه وقال لي طب إتسوكي خلاص فأنا قلت له لأ أنا قرأ قلني رؤى لا تقرأي لا تقرأي لأنه مو دائماً هذه هي النصيحة أنه مش دائماً تكون هي هذه المعلومات الصحيحة ففي الآخر طالماً أنه فيه أطباء وفيه يعني تقدر لكم تروحوا وتقدر لكم تسألوا جهات مختصة ومعنية وموثوقة أفضل من أنه الواحد بصراحة يبحث على المعلومات صح لأن الواحد ممكن يعني يصير نفسيته سيئة من بس قراءة الأعراب يعني فالواحد يتجنب وياخذ موعد مع الطبيب ويروح يحلل